وهذه الفقرة هي فقرة من بعض الأخبار اللطيفة الخفيفة الطريفة من خارج الحدود المصرية وهذا الخبر الصراحة يعني كان لازم الدكتور حامد جوهر ليقوله مش أنا خالص الدكتور حامد جوهر علم البحار نسلم جيلي والجيلي الأكبر مني حيفتكروا علم البحار كان على التلفزيون المصري لأنه خبر بصراحة غريب شويتين وليه علاقة بالكائنات البحرية فاتصدق أو ما تصدقش هو خبر كده يعني هو الخبر كده بيقول إيه الخبر أن في مجموعة من العلماء المتخصصين في عالم البحار والكائنات البحرية وتخيلوا كده انسوا صوتي وفتكروا صوت الدكتور حامد جوهر وانتوا بتسمعوا الخبر ده فمجموعة من العلماء المتخصصين في عالم البحار والكائنات البحرية ما لهم بقى قدروا يوصلوا لأن الأسماك بتتكلم تحت المية بتتكلم تحت المية هم بيقولوا كده أنا مليش دعوة يعني هم اللي قالوا نسبك بيتكلم تحت المية في نفس الموضوعات اللي بيتكلم عنها البشر العلماء دول قالوا كمان أن الاتصالات الصوتية بين الأسماك اتطورت 33 مرة على الأقل على مدى ملايين السنين ده الخبر رأيي أنا الشخصي أنه هو مش بيتكلمه هو فيه طريق التخاطب يعني مثلا الحيتان والدلفين أثبت علميا أن فيه تردد لأموجات صوتية بفريكونسي معينة أو بترددات معينة بتنتقل بينهم وبين بعض عشان يكون فيه لغة تخاطب لكن بيتكلموا دي ما عرفش أنا مش حافظة فيها نفس المواضيع اللي بيكلموا فيها البشر تحديدا تقول لها أنا مبارح فيه في حوت صاحبي تقدم لي مثلا فتقول لها لأ أنت ملك بالحوت ما تاخدي القرش ده مسيطر عن منطقة مثلا نجملك شوار مثلا حتسكني فيه حتروحي الأطلنطي ولا حتروحي تعودي في الهادي يعني حاجات شبه كده تقول لها لأ البحر الأحمر حلو عد بصر الجو دفعوا ما بقى إش دفعوا يعني بتتكلف نفس الموضوعات اللي بيكلم فيها البشر أهم حاجة طب أنا عايز عرفوا ما عارفوا إزاي نفس الموضوعات اللي بيكلم فيها البشر ده بأس أجب علماء علماء تبتكلموا على الكورة طيب تتكلموا على كهس الأمم الأفريقية أكيد فيه مجموعة منهم سمك مصري بيكلم سمك كاميروني يقولهم إحنا هلجلتكم موتش الجاي قطعناكم بكينة فاس 2-0 حسنا درون الخبر الثاني خبر العشاق السينما وتحديدا عشاق فيلم سبايدر مان طبعا استمر فيلم الحركة والمغامرات سبايدر مان نووي هوم في تصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية خلال الفترة الأخيرة وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 11 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الفيلم بطولة مين؟ فيلم بطولة توم أولند وأندرو جارفيلد وتوبي مكواير ومن إخراج جون واتس نروح لخبر تاني من شرق أسيا وفي أب مقيم في دولة في شرق أسيا حاول ينتحر الحمد لله قدروا ينقذوه ولما سألوا لي كنت عايز تنتحر قال لهم عشان ابني لسه لحد دلوقتي ما تجوزش ومش عايز تجوز عنده 29 سنة ولسه ما كونش أسرة ولا بيت ومش عايز يسمع كلامي كل اللي في سنه متجوزين وعندهم أولاد وقال كمان أنه بيشعر بالخجل تجاه ابنه والحقيقة أن الحادثة دي عملت يعني جدل ونقاشات طويلة على منصات السوشيال ميديا وهنا أنا هروح لجومانا يا جومانا عندنا بيقولوا للبنات أنت سنك كبر وانت لازم تجويل عن نستي الحمد لله اللي حرف مصر ده قافش وراح ينتهر أن ابنه عنده 29 سنة ما تجوزش ده يضم خلص جيش أصلا أنا مش عارفة يعني مش عارفة بس لا ده محتاج تيجي هنا عندنا عادي 29 سنة ده مدري أميها فيك يعني 29 سنة يعني وابنه لا وأقدم على الانتحار يعني مش زعلاني يعني مش ماخد على خطره يعني لا يعني مش بخصمه ما لقاش منت الحلال أنا حروح انتحر عشان ابني ما تجوز طب معانه ما تجوز ما تجوزش ما تجوزش مش عايزه يتجوز سوانا يعني حشيل هم وهو صغير وهو كبير كمان دي الأبهات دي كانت مجموعة من الأخبار المختلفة الأخبار الخفيفة كده من مختلف أنحاء العالم خلينا نروح لفاصل سريع نرجع نكمل مع حضراتكم بقرات صباح الخير يوم مصر وستمر معاكم لغاية الساعة 10 صباحا